موسيقى أهلا بكم في تواصل دوت كوم والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي ونبدأ من أربيل حيث قالت مصادر أمنية في كردستان العراق بأن هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف مطار أربيل الليلة الماضية وأوضحت المصادر بأن الهجوم تم باستخدام عشرين صاروخا وثلاث طائرات مسيرة ولم يسفر عن وقوع أضرار بشرية أو مادية من جهته قال مدير مطار أربيل أحمد هوشيار بأن حركة الطيران مستمرة وطبيعية في المطار مؤكدا بأنها لم تتأثر أو تتوقف أما التحالف الدولي فقال من جنبه بأن الهجوم الذي تعرض له مطار أربيل الدولي تم عبر طائرة مسيرة واحدة وتحدث المتحدث باسم التحالف العقيد وين ماروتو بأن طائرة واحدة بدون طيار سقطت بالقرب من قاعلة أربيل الجوية دعونا نشاهد جانبا من آثار القصف والحريق الذي تسبب به هذا القصف في محيط مطار أربيل نبقى مع تصعيد الميليشيات حيث قالت مصادر صحفية بأن قاعلة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية تعرضت لهجوم صاروخي هو الثاني خلال 48 ساعة وأضحت المصادر بأن هجوما استهدف قاعلة عين الأسد غربي محافظة الأنبار وشيرة إلى أن الصواريخ انطلقت من ناحية البغداد في الأنبار القوات الأمريكية من جنبها ردت على منصة الصواريخ المستخدمة من قبل الميليشيات في قصف قاعلة عين الأسد وذلك بعد أن تم ركنها بالقرب من جامع البر الرحيم البر الرحيم في ناحية البغداد الأمر الذي أدى إلى هدم أجزاء من الجامع ومبنى سكني بالقرب منه دعونا متابع هذه اللقطات موسيقى 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 الميليشيات لا يهمها وضع هذه الشاحنة المحملة بالصواريخ بالقرب من المسجد ليتضرر المسجد كما شاهدنا بل أن ناشطين عراقيين قالوا على منصات التواصل الاجتماعي بأن الشاحنة كانت مسروقة كما أن بعض المنازل القريبة من المنصة تضررت أيضا دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول استمرار مسلسل الصواريخ واستمرار مسلسل الميليشيات وإطلاقها للصواريخ مصطفى الطيبة قال تدرون شونه سوى الميليشيات من البغدادي أو سوت الميليشيات من البغدادي يقول ضربوا من البغدادي الصواريخ على قاعدة عين الأسد وطفروا يسووا الأمريكان يقول قبل ربع ساعة ضربوا البغدادي بخمسين صاروخ من المدفعية ذولات طفروا الجبناء وخطي الصواريخ على بيوت الناس ذا شوفون جد الميليشيات إرهابية يقول مصطفى أما عمر فيقول لو صدق نيتهم قصف الجيش الأمريكي كان جابوها ترس بس باتفاق الطرفين يقول مجرد لعبة أما ليث العراقي فيقول مدري والله أهل الأنبار يوميا مسوين عليكم فيلم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل رائد الغريب يقول الله أكبر حتى بيت الله ما خلصان يعني معقولا هزموا محد شافهم ماكو كاميرات نذهب إلى ملف آخر وفي العراق أيضا حيث أصدر متظاهر قضاء الأحرار في واسط بيانا بخصوص الإجراءات التعسفية والدعوة الكيدية ضد الناشط أحمد نوري مؤكدين موقوفهم ومساندتهم له ومطالبتهم بإقالة مدير شعبة الزراعة الذي رفع الدعوة الكيدية ضده ولوهوا بالتصعيد ضد مختلف الدوائر الحكومية بحال لم ينصف القضاء هذا الناشط دعونا نستمع إلى جانب من البيانة باسم أهالي الأحرار محافظة واسط لقف هذه الوقفة المساندة والدعمة لابن الأحرار وقضاء الأحرار الأخ أحمد نوري جراء القرار القضاء التعسفي والدعوة الكيدية التي يقيمت ضده ظلماً وعدواناً لا لشيء إلا لقول الحق ومعاربة الفساد لا غير لذا فإن أهالي الأحرار سيسكون جميع الطرق القانونية لإعلان براءة الأخ أحمد من هذه التهم الكيدية مع احتفاظ أهالي الأحرار بحق الرد وبجميع الأساليب المشروعة والضاغط من أجل إحقاق الحق في حالة عدم تبرأة الأخ أحمد أو اتخاذ أي إجراء قانوني تعسفي بحقه ومطلب أهالي قضاء الأحرار قالت مدير شعبة الزراعة على الفور وخلفاً لذلك سيكون لهالي الأحرار موقف آخر سيشمل جميع دوائل الدولة والمرافق الاقتصادية والسياسية في الأحرار نبقى ضمن نفس إطار التضامن أو التهم الكيدية التي يسوقها السياسيون ضد الناشطين حيث ما زلت قضية رفع النائبة في البرلمان والمرشح للانتخابات عن منطقة العظمية في بغداد عائشة المساري دعوة قضائية ضد الناشط طاه العبيدي ضمن أكثر المواضيع اهتماماً على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن أخلفت هذه النائبة عن وعودها ولم تتنازل عن الدعوة وبعد أن طالبت الناشط بتقديم الاعتذار قبل التنازل عن الدعوة وذلك بسبب تنظيمه تظاهرة بالمنطقة وترديده هتافات مناهضة لكافة المرشحين والنواب الحالين دعونا نتابع بقية القصة مع الناشط طاه العبيدي أنا طاه العبيدي مثل ما تعرفون البارحة كان عليه دعوة من قبلناه بعائشة المساري ودازين تبليغ عليه البيتنا القديم وقرأنا التبليغ أنه دعوة من قبلناه بعائشة المساري وصار تحارك أعلامي يعني أنا بعيد عني أنا بورا ما اكتشفت أنه الكلام الصحيح من قبل نائبة عائشة المساري نشارت المهم إجت النائبة وقعدنا اتفقنا على أنه أوقف النشر توقف تتنازل اليوم مختلف الحدشي اليوم أنه لو أنشر منشور أقول أنه هذا تسقيس سياسي العائشة المساري وهي بريئة من هذا الشي يأمل دعوة معاشة أراقيون ومغردون وناشطون عبروا عن تضامنهم مع الناشط طه العبيدي عبر وسم متضامن مع حنجرة التحرير وذلك للتعبير عن وقوفهم معه دعونا نذهب إلى بعض التغريدات تحت هذا الوسم على منصة تويتر عبد الرزاق وعباس عبد الرزاق يقول أخوي الوطن الغيور طه العبيدي لست متضامنا معك فقط بل أثور من أجلك لأنك ثائر حقيقي ومثال للشاب الوطني شجاع أما أحمد الفتلاوي فيقول متضامن مع كل حروة وطني يقف في وجه السلطة والأحزاب الفاسدة عباس الطائي يقول صوتك هو القانون الحقيقي ولتذهب قوانين هذه السلطة إلى الجحيم أما باتول فغررت وقالت هل أصبح الهتاف ضد الفاسدين والقتلة جريمة يحاسب عليها المواطن المسلوبة منه كل حقوقه نذهب إلى ملف آخر وفي العراق وبالتحديد إلى النجف حيث وجه مجموعة من الناشطين في محافظة النجف رسالة شريدة لهجة إلى المسؤولين في الحكومة لنظهر في حال مرضى السرطان حيث يتم علاجهم في مراكز للأورام على الرغم من أن هذه المراكز تفتقد للأجهزة اللازمة للعلاج مع ارتفاع أجرة جلسات العلاج التي لا يستطيع الفقير دفعها ونوح الناشطون وهم كل من أبو زين العابدين الحسناوي وأكرم شربة بتصعيد الحراك وبصورة سلمية إذا لم يتم حل هذه المشكلة هل يعلم رئيس الوزراء أن مركز الأورام في محافظة النجف اللي يعالجون بمرضى السرطان في النجف والديوانية ومحافظة السماوة ثلاث محافظات قرابة خمسة مليون عراقي من المصابين بمرضى السرطان يتحالجون في مركز الأورام هل يعلم رئيس الوزراء منذ خمس ست شهور عطل الأجهزة الإشعاعية اللي يتحد واللي يتعالج مرضى السرطان هل يعلم رئيس الوزراء ماذا يعاني مرضى السرطان في المحافظات الوسط والفراط الأوسط يدري رئيس الوزراء ووزير الصحة والمسؤولين في هذه المحافظات إن سعر الجلسة الواحدة وصلت 2300-4000 دولار يعني إذا يخلص الكورس مالته يا سيد رئيس الوزراء إذا ما تدري يوصل 3 دفاتر و4 دفاتر للمريض الواحد يعني الناس ما عدتها إيجار ما عدتها غمزة تاكل مين تجيب مثلا أكررها المرة الثانية الخمس مسؤولين هم المتهمين بقتل الناس هنا رئيس الوزراء ووزير الصحة محافظ النجف طلال بلال المسؤول على الملف الصحة بالنجف ومدير صاحة النجف رضوان الكندي أي شخص يموت هنا برقبتكم أنتوا الخمسة لأن أنتوا الخمسة الوحيدين اللي يقدرون فتحون المستجفى الألماني وما جاءت فتحوه عايفين الناس تموت هنا على الجمهور العراقي حول أوضاع مرضى السرطان في النجف بشكل خاص وفي العراق بشكل عام وحول معاناتهم المستمرة دعونا نقرأ بعض التعليقات جعفر مظلوم علق وقال رئيس الوزراء نايم ما يعرف الموت بالجملة يقول لعن الله كل سياسي ما عنده غيرة كرار يقول كلام صحيح واني ابن خالتي باعوا بيتهم تالمات الله يرحمه مواليد 2006 أما أثيفة يقول فوق المرض فوق الضيم الناس جاء يتعاني أكثر وأكثر بارك الله بكم لأن حشيتوا بيّنتوا الحقيقة جهاز ينشعى بمستشفى معطلة صار سنين يتساءل ليش أما حيدر الطائف يقول السياسيون والمعممون وقسمهم من مراجع الدين غير مهتمين لأحوال الناس وعلاجهم هم وأبناؤهم في خارج العراق والشعب إلى قير وبئس المصير بنظرهم نذهب إلى منث آخر ومع غلاء الأسعار غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بسبب فساد الحكومات المتعاقبة والأحزاب وعدم اهتمامها لحال الفقير وعدم انتخاذها لأي إجراء لتخفيف الضغط المالي على الفقراء بعد خض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي من أبرز المشاكل التي تعصف في البلاد على المستوى الاقتصادي مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يتحدث بحرقة عن عدم قدرة أسرته المتكونة من ستة أفراد على شراء ما يكفيهم من بيض المائدة بسبب غلاء الأسعار فلنشاهد وصلوا معانات الفقير خلوا العالم يشوف خلوا يشوف العالم الخفوة الحراقية السود من الفقير السود بهالناس المعاوضين اللي هاتف يكون 165 قالت شو يبتلوا في الساعة 3 بيضا 3 ديار يبتلوا بتعشو فيه 6 نفرات عارقتي خليني يقولوا بيانا يا قلي يعني واحد يتعشي وواحد ما يتعشي ليه ينصع في دولار ليه عيب حسوا شوية بالمعوقين حسوا والفغير الشاخي يا من دعيتنا يا إسلامنا يا شيعاتنا يا مسيحنا الناجد من عم شريف الناجد لا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول استمرار ارتفاع الأسعار ونقرأ على منصة فيسبوك أم عمر علقت وقالت ناشد بس رب العالمين الله يخلصنا من هيش حكومة دمرت وعبثت وخربت وسرقت قوة الشعب الله ينتقل من كل ظالم جمال الكبيرسي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل لا وبعدهم يدورون انتخابات يدورون يفوزون ايج قد مستخد فينا بهذا الشعب أما علاوف يقول احنا لو نفتهم جمال اشترانا بيض فدع السبوع خلي خيس من مخازن مالتهم أبو طالب يقول لاو الكارثة الأكبر الارتفاع الفاحش لأسعار الأدوية وصل السعر للضعف بحيث بأن المصابين بالأمراض المزمنة كالضغط والسكر وأمراض القلب والعضال أصبحوا في خطر يهددهم الموت لعدم مقدرتهم لشراء الأدوية بسبب ارتفاع سعر الدولار نذهب إلى أنتترا عبر خدمة أنتترا التي توفرها قناة الرافدين لمشاهدها الأعزاء وصلتنا مناشدة من المواطن العراقي كذلك حول ارتفاع السعر لصرف الدولار وتبعاتها الاقتصادية على العسرة العراقية ومتطلباتها المعيشية بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك وحاجة الأطفال للملابس الجديدة فضلا عن أمور الحياتية الأخرى فلنتابع نذهب إلى السعر صرف الدولار إلى الحكومة العراقية إلى المرجعية إلى أعضاء البرلمان إلى الكتل النيابية إلى الأحزاب إلى أحمد الشعب يا عم فقدنا سيطر على بيوتنا أبو الإيجار يريد أبو المولدة يريد أبو الموهي يريد أبو الإسواق يريد أبو السيدلية يريد أبو الإنترنية يريد يا عم يمين نبطي يعني جاءنا العيد والأطفال تريد يمين رح نبطي والله العظم غرقنا بالديان والله يا عم والله عظم قمنا للدائن ونسم على بيوتنا والله يا عم رواتبنا 220.000 دينار والدولار 150.000 دينار تعال فهموني وقنعوني شونا سيطر على بيوت عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين وصلتنا هذه الرسالة والتي جاء فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتلة سائرون عينت أي وظفت النائب ماجد أنوائلي في وزارة الخارجية بمنصب سفير وهو لا يزال عضو برلمان لكي يضمن له الدرجة الخاصة عندما تنتهي دورته البرلماني وهذه مخالفة قانونية كيف يعين عضو برلمان بوزارة الخارجية يتساءل بالوقت الذي يعمل فيه الموظفو العقود بدون راتب هذه هي العدالة التي يريدون أن يعيشها العراق بعد أن تصبح رئاسة الوزراء بيدهم علما بأن تسلسله رقم 54 في قائمة المرشحين لدرجة سفير وقد تضمنت على أسماء مجموعة من الأشخاص المنتمين للعصائب وغيرها من الكتل السياسية نذهب إلى الهاشتاك جددت القوات الروسية وقوات النظام السوري القصف المدفعي والصاروخي على جبل الزاوية في ريف إدلب وسهل الغاب المجاور للجبل في شمال غربي سوريا وقالت مصادر صحفية بأن القصف تجدد على محيط قرية بنين في جبل الزاوية مستهدفة منازل المدنيين والأراضي الزراعية كما قصفت محيط قرية المنصورة في سهل الغاب بريف حمى الشمالي مشيرة إلى أن القصف أيضا أسفر عن أضرار مادية رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعل مع التبعات الإنسانية التي خلفها هذا القصف الذي استهدف المدنيين العزل والذي كان ضحاياه من الأطفال والصور المؤلمة للضحايا على وسم إدلب تواجه الإرهاب الروسي الذي تصدر الترند في العالم العربي دعونا نتبع بعض التغريدات على منصة تويتر تحت هذا الوسم دكتور أحمد مفق زيدان غرد وقال هل هذه فضيحة للإجرام الروسي والإيراني أم فضيحة لإنسانية كاذبة خادعة توطى عليها العالم كله قلهم صمتا وخرسا إنهم لا يعترفون بإنسانية هؤلاء أما رانيا سليمان فتقول ألا يشجع الصمت الدولي النظامة وروسيا على المضي قدما بإبادة السوريين وتهجيرهم تتساءل أما علاء الدين فيقول صورة شبه يومية من القصف الروسي على ريف إدلب أين المنظمات؟ أين الدول؟ أين القنوات؟ أين أنتم يا دعاة حقوق الطفل والإنسان؟ ما لكم؟ لا تنطقون أما هاشم فغرد وقال اللهم نصرك الذي وعدت فما عادت القلوب تحتمل وما عادت العقول القادرة على النسيان إدلب تواجه الإرهاب الروسي نذهب إلى القصص المنوعة الأزهر الشريف أصدر فتوى للتحذير منها جدل بعد تدول مشاهدة للكعبة المشرفة في لعبة فورتنايت الإلكترونية حيث ردت الشركة المنتجة لللعبة تفاصيل أكثر مع تقرير لشبكة إيجبلاص عربي فلنتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اللي تشوفونه قدامكم هذا في لعبة فورتنايت ما هو فعلاً موجود من المنطورين نفسهم هذا عبارة عن شخص باجتهاده سوى بناء للكعبة بنفسه ما حد طلب منه ولا أن الشركة سوت هذه كإفنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وارن بافت أسطورة سوق الأسهم لن يشارك ثروته مع أولاده بل سيتبرع بها للمؤسسات الخيرية يذكر بأن بافت يمتلك أكثر من 100 مليار دولار التفاصيل مع تقرير لقناة CNBC عربية فلنتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله